تب قوليني الكتاب ده غير إيه في حياتك؟ يا سؤال صحابة أكيد مبدئياً أنا حاس أن أنا تربيت قوي يعني يعني أنه هو خد وقت هو غير في حياتي أن أنا فعلاً فهمت كلمة الصبر مش أقدر أقولك أن أنا فيا كل يوم بيجي أوقات لسه طبيعي طبيعي غير في حياتي أن أنا صدقت في نفسي ككاتبة ودي كانت حاجة صعبة قوي أنا لما بتديت أكتب أنا ما قلتش لنفر ووحدك بتكتبه خاصة عارف وقابلت كذا فنان حصل له نفس الحاجة أنه لما تكوني فنانة تشكيلية وبتعملي معارض بني بتدي نوع فن تاني يجي يلاقي نفسه كده بتكون صعبة قوي بتكون صعبة قوية عشان حتى ساعات شخصية الفنان بتبقى عايدة تملك كل حاجة وحتى كان في حوار ما بينهم ممكن تقولي يعني يا مجروني شاي بس كان في حوار ما بينهم كنت ساعات بحلم بيهم بيتكلموا مع بعض بيتناقشوا مع بعض والفن كأنه بيقول للكتابة يعني لأ ملكش مكان هنا والكتاب يقوله لأ أنا أنا جاي أساعدك أنا بقى مكنتش فهمة الكلام ده خالص غير لما حصل المزج في الكتاب عشان هو ما كانش كده في الأول حصل زي هارميني كده كأنها أغنية مع بعض ولقيت إن أنا كنت حتى على نفسي برضو لابل ستيكر إنه أنا فنانة لقيت إنه الإبداع ملوش شكل وملوش أنا كذا هو يطلع بالطريقة اللي هو مفروض يطلع بيها بس فيعني بعد ما درست برضو يعني حبيت أخذ الموضوع جده ودرست زي الكريتف رايتنج بيتعامل وكل الكلام ده بس أكتر حاجة كانت زي فوقتني كده إن الواحد لازم دايما لازم يبان على طبيعته وطبيعته مش قصدي ككاركتر بس لازم يعمل زي اللي موجود في روحه اللي هو حاسس بيه اللي هو حاسس بيه عشان لو أفل على حاجة بيحصل أفل في كل حاجة تانية يعني أنا لما أنا حاولت أكتم الكتابة الفن تأثر أنا كأمة أسرت أنا ككل حاجة أسرت عشان أنا بقفل مثام بقفل هدية ربنا الدهاني أنا كنت كاني بقول لأ شكرا يا رب أنا عندي الحمد لله الفن والبيزنس فشكرا أنا مش قادرة على حاجة تانية بس لقيت إن ده مش قراري وده برضو حت فيه حتة في الكتاب مكتوبة عن الحتة دي إنه إزاي إزاي فيه زي سر ما بين القلب والروح معروفين من ربنا بس فأنا كل ما أنا أحاول أواطي الصوت اللي في عقلي ممكن أبتدي أحس شوية بالطريق ده بيقول لي إيه ترجمة نانسي قنقر